اشتركوا في القناة قصة اليوم عبارة عن أحداث حقيقية لعملية هروب فريدة من نوعها وهي مستنبطة من إفادات المتهم والتقارير الإخبارية وكذا السجلات العامة الدقائق القادمة من الفيديو تقدم إجابات حول كيفية تقطيط دينيس الهروب وكذا كيف انتهت مغامرته مع مطاردة الشرطة اسم السجين دينيس هوب حكم بثمانين سنة سجنا بعد أن نفذ عدة عمليات سرقة وسطو مسلح في هيوستن بولاية تكساس الأمريكية وهو البالغ من العمر حينها 22 عاما فقط كان هذا الشاب اليافع يحب الموسيقى المحلية وسيارات السريعة والفتيات الحسنوات لكن أكثر ما كان يفضله حسب روايته هو الإثارة والمغامرة عند وصوله إلى السجن الذي كان يعرف أنه عنيف جدا حيث أن أغلب السجناء هناك المتجاوز عددهم 2000 سجين من المعتدين والقتل المحكمين بالسجن الطويل الأمد حال وصوله إلى السجن بدأ يتلقى تهديدات من السجناء القدامى باعتباره حسب رأيهم لحما طريا بحكم سنه وشكله اليافع كان أكثر ما يخشاه داخل السجن هو أن يقتل لذا فكر في رسم خطته المحكمة الهروب فبدأ في مراقبة المكان لمعرفة ما يشري لحظ وجود حقول مفتوحة أمام السجن سياجين من الأسلاك وكذا كانت الأبراج المقابلة مليئة بالحراس المسلحين دائما مع توالي أيام تواجده في السجن بدأ بالعمل في المطبخ التابعي للمنشأة وهنا التقى بهاري المحكوم بالإعدام وأصبح صديقين كما نصحه هاري بطلب الاستئناف وأمده بكتب في هذا الشأن من داخل المكتبة القانونية خصوصا وأنه يشعر بالظلم لأنه أثناء عملية السطو والسرق التي قام بها لم يؤذي أو يقتل أحدا وكان حكم السجن لمدة ثمانين سنة قاسي جدا حيث أنه في تلك الحقبة كانت العقوبات في ولاية تكساس صارمة للغاية بعد نحو سنة توصل بإشعار من المحكمة يؤكد رفض التماسي الاستناف الذي قدمه حيث حملت رسالة المحكمة العبارة التالية نحن لا نكترث لأمرك وهو ما نزل كالصفعة على وجهه هنا بدأ يشعر بالوحدة كما كان يخشى على حياته من التعن خلال أعمال الشغب وكان يقول لم أرى كثيرا من الدم في حياتي كما علم أن بعض السجلاء كانوا مصابين بالأدس وهنا بدأ خوف من نوع آخر بعد أن ألقوا بوجهه في الدم أثناء عملية شغب فكر في أنه في جميع الحالات سيموت فلما لا يفعل ذلك وهو يحاول الهرب هنا بدأ برسم خطط رفقة صديقه هاري أثناء ما كان يلعبانه شطرنج تقتضي قطع أسلاك السياج الأول ثم القفز من السياج الثاني ثم الحقول المجاورة كانت مساحة محيط السجن تبلغ ثماني كيلومترات والطريقة الوحية المتوفرة أمامهما هي الرقد في أقل من نصف ساعة تطلب هذا الأمر التدريب على الجري السريع وكان دينيس يتخيل نفسه حينها يركض على شاطئ البحر في حين النهار لم يكن يحف الجري لقطع أسلاك السياج أيضا كان بحاجة إلى آلة قاطعة أو هنا فكر في رجل يعرفه يعمل في قسم الصيانة فقام بطلب ذلك منه وقد كانت الغاية واضحة بالطبع يريد أن يهرب فلا أحد يستخدم تلك القاطعة في قص أظافره مثلا بعد أيام سلمه الرجل القاطعة تحت صينية الأكل أثاء وجبة الغذاء في تلك اللحظات كان يشعر بخوف شديد لم يشعر به حتى أثاء عمليات السطو التي قام بها قام دينيس هوب بعدها بتجريب القاطعة في السياج القريب من المطبخ ثم استعان بأنبيب حديدية ليضيف لها قبضات أطول كانت خطة الهروب واضحة في ذهني خصوصا بعد أن ألقى صدفة خارطة للمنطقة المجاورة داخل إحدى القاعات في السجن لم يبقى إلا مسألة واحدة متمثلة في قطع مولد الكهرباء عن الأسلاك في السياج وقد عرف بعد الاستعلام أنها جميع مولدات الكهرباء داخل السجن توجد في غرفة السخان بدأ يفكر في طريقة يصل بها إلى مولدات الكهرباء وتحديد القابس الخاص بالسياج وفي أحد الأيام أثناء وجوده في ساحة السجن التقى بشخص يدعى جايسون كان محكوما بالمؤبد قدم إليه وأخبره أنه يريد أن يهرب أيضا وأنه سمع عن قطته من الشخص الذي أمد دينيس بالقاطعة في بداية الأمر ارتاب دينيس ثم بعدها وفق على استحاب جايسون في رحلة الهروب قدم الزميل الجديد في عملية الهروب إضافة جديدة للفريق فقد كان يعرف الشخص المكلف بغرفة السخان وهو ما يمكنه أن يسهل عملية الوصول إلى مولد الكهرباء وبتالي الهروب صدفت الليلة المحددة يوم السبت الموافق للسادس والعشرين من شهر نوفمبر من العام 1994 ميلادية كما أنه يصادف ليلة عيل الشكر أي أنها فرصة مواتية كون الجميع سيكونون في منازلهم تلك الليلة للاحتفال في تلك الليلة وأثاء التوجه لتناول وجبة العشاء وضع دينيس القاطعة في حذائه ثم حمل بطانيته ومعطفه وذهب لالتقاء برافقي الهروب هاري وجايسون كان على الثلاثة تنفيذ عملية الهروب قبل بدء عملية إحصاء السجناء بحلول التاسعة والنصف ليلا لذا سارع جايسون لدخول غرفة السخان فقد كلف في تلك المهمة بإخضاع الرجل الموجود وهناك تأخر جايسون عن تنفيذ مهمته فقط كان خائفا وعندما طلب من دينيس تأجيل العملية إلى الغد لم يسجب الأخير فقد كان مصرا على الهروب في تلك اللحظة وعدم التراجع هنا تدخل دينيس وخنق الرجل ثم كبله ووضع اللساق على فمه في حين قطع جايسون ويد الكارباء الخاص بالسياج ثم قطع الثلاثة البطانية إلى أجزاء وقاموا بلفها حول خصورهم لتجنب الجروح والإصابة كما ارتادوا جواربا متسقة ورشوا عليها الحار لإبعاد الكلاب في تلك اللحظة ركض الثلاثة المسرعين نحو السياج الحديدي ثم سمعوا أصوات ضوضاء قادمة من داخل السجن سهلت عليهم الهروب دون أن يلاحظ أحد ذلك قطع دينيس أسلاك السياج الأول ثم توجه نحو السياج الثاني وعاوضا عن قطعه قرر دينيس القفز من فوقه ربح للوقت خرج دينيس أولا وكان يفكر طوال الوقت في أنه سيلقى حتفها وبعد لحظات التفت ليجد هاري عالقا فوق السياج فاضطر للعودة ومساعدته على الهبوط رغما أن الأمر كان مخاطرة كبيرة منه انطلق بعده نحو وجهته التي حددها سابقا ثم سمع صوت رصاص في الأفق والصوت ينادي توقف توقف لكنه لم يبالي وأكمل الركض بسرعة متوجهة نحو الطريق رقم 288 كانت سيارات الشرطة وحراس الأمن قد بدأوا بتعقب الهاربين حين وصل دينيس إلى الطريق 288 بعد نصف ساعة من الركض ثم اختفى في اليوم التالي لعملية الهروب بتاريخ 27 نوفمبر من العام 1994 وأثاء عملية تمشيط الغابة المجاورة عبر الاستعانة بنحو 250 رجلا عثرت الشرطة على جايسون ملقا في الغابة ثم في الليلة الموالية تم إلقاء القبض على هاري غير بعيد عن المنطقة فيما ظل دينيس مختفيا بعد فشل الشرطة في إلقاء القبض عليه كلفت بالمهمة فرقة مترادة الهاربين في ولاية تكساس بتعقب دينيس عبر مراقبة عائلته وأصدقائه في تلك اللحظات كان الأخير قد سرق ملابس غير بها ما كان يرتديه ثم أخذ سكينا وطلب من رجل عجوز إيصاله في سيارته قبل أن يخرج السكين ويهدده بالقتل ثم استلى على السيارة ومبلغ مالي قبل أن يترك الرجل بجانب الطريق بعدها توجه إلى أحد المتاجر التي سبق أن سرقها بعد أن اقتنى مسدسا انتظر حتى يخرج الزبناء من المحل ثم أشر مسدسه في وجه البائعة والمسؤول عن الخزانة أطالبهما بالمال خلال الأسابيع والأيام التي تلت ذلك كان دينيس يسرق المال بنفس الطريقة ثم يذهب ليلة للمقامرة والاحتفال في الملاهي الليلة رغبة منه في تعويض الأيام التي خلت بعدها وجدت الشرطة السيارة المسروقة في منطقة ميفمس وداخلها عدد من الجرائد وضعت دوائر حمراء على إعلانات الإيجار داخلها كما أنه وبتاريخ الثاني من شهر فبراير من العام 1992 اتصلت سيدة بشرطة تخبرهم أن أختها تخرج مع شخص يدعى دينيس أنها خائفة عليها بعد أن عرفت أنه مبحث عنه فقدمت فرقة مطاردة الهاربين لمكان عمل السيدة ثم طلبوا منها الاتصال بدينيس وتحديد مكانه وبالفعل أخبرها أنه يوجد بأحد الملاهي الليلية بالمنطقة كما أنه قدم إلى المكان بواسطة سيارة من نوع جاكوار حيث دهبت الفرقة لعين المكان ثم عطلوا السيارة لكي لا يستطيع الهروب ودخلوا إلى الملها الليلي حيث عثروا عليه وبعد دقائق من المراقبة والترصد داهموه وألقوا القبض عليه ليحاكم بعدها بالحبس الانفرادي رفقة المحكمين بالإعدام حيث يقول دينيس خربت كل ذلك الجهد بالطيشي لم أعرف أن شرطة تيكساس ستصل إلى هناك ثم يقول في خاتم مقابلته التي أجراءها من داخل السجن شهدنا الأعزاء أشكركم على المتابعة شاركونا أراءكم واقتراحاتكم في التعليقات ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب وكذا الاشتراك وتفعيل خاصية الجرس لكي يصلكم كل ما هو شديد غريب واقعي شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة